قانون يتعلق بـ 25-19 يتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وقد ارتكز إعداده على أحكام الدستور الذي يكرر ويضمن حماية الإبداع والتعبيرات التقافية ويضمن حرية الفكر والإبداع والحقوق التقافية كما يأتي عملاً بالتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجنال الملك محمد السادس صلى الله فيما يتعلق بتزمين التقافة والفن وتكريس العناية السامية التي ما فتئة يوليها نصره الله لهذه الفئة ويهديفه كذلك مشروع المرسوم إلى تحويل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين المحدث بموجب مرسوم 2-64-406 بتاريخ 8 مارس 1965 إلى هيئة لتدبير الجماعي في شكل صخصي اعتباري خاضع للقانون العام ويتمتعه باستقلال مالي كما يرمي المشروع كذلك إلى تعزيز وتقوية المهام الممنوحة المكتب الوطني المغربي لحقوق المؤلف بتمكنه من الآليات التي تسمحه له بمواجهة التغيرات والتحديات التي يعرفه هذا القطاع على المستوى الوطني والدولي وذلك عبر عصرنة طرق إدارته وكذلك ترصيخ الشفافية والحكامة في التدبير إضافة الإسهام في النهوض بأوضاع المبدعين المادية والمعنوية وقت ضمن كذلك هذا المشروع إحداث آلية للحكامة ولسيما مجلس إدارة يتمتعه بالاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب كذلك التنصيص على تأدية المكتب للمبالغ المستحقة لأصحاب الحقوق داخل الأجال محددة كذلك إحداث صندوق اجتماعي لفائدات المؤلفين وصحاب الحقوق المجاورة هذه كلها كانت قوانين ومشاريع خاصة بالمكتب الوطني لحقوق المؤلف وكذلك الحقوق المجاورة وهذا كان مطلب للفنانين والمبدعين تم اليوم مصارتق عليه وسيكون انطلاقة حيوية وقوية في هذا المجال لهذا المجال التقافي الأهم